اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رح نشوف الآن كل الأشياء كبداية الشاشة خلص نتفق عليها ما يحتاج المراجعة الجديدة الفيديو هذي اللي شفتوها هذي LCD وهذي Mini LED هذي سطوء حقها في الـ HDR توصل لـ 1600 بسبب أنها هي Mini LED لكن بيستهدام طبيعا 600 نفس الـ LCD الدارك هنا أقوى هنا الدارك سيري غري LCD والميني LED نفس الـ OLED يعني في الأشياء دي بعض الأشخاص يتكلمون عن شاشة الميني LED طلعت فيها مشاكل لأن الـ Blooming أو الإضاءة البيضة تكون باهتة أو متشتتة فيه ثلاثة نوع فيه نوع يقول لك ما واجهت دي المشكلة وأنا منهم وحاولت أنا قلت لكم يا يعني لو إنه ما في مشكلة ما رح تكلم عنها لا فيه مشكلة لكن أنا ما واجهتها أنا بالعين المجردة ما واجهتها انتظرت إليه صار الليل دخلت وقربت عيني مكانت تتشتت Für الإضاءة مثلاً هنا هنا منتحت ما واجهتها قلت لا بعض الأشخاص يقول لك لا لازم في الليل في القرفة معتمة أنا من النوع العيسلا ما أستخدم ليباد في مكان الظلمة أنا عيوني منتهية فما استخدم ليباد في مكان الظل composition أ 2017 ألا من النوع الأشخاص يقول لك أو ما تشوف فيلم المكان الظلمة لا أنا من النوع عصلا نادر يشوف فيلم و لو بشوف فيلم ما شوف مكان الظلم لا marry子 لا وبعض الاشخاص من اللي قلت لكم هذا النوع اللي ما وجه الى انا ما وجهت بعض الاشخاص يواجهو لكن يقوللك مش قوية وما تقدر تشوفها بالكاميرا لازم كاميرا احترافية مادي شونه وتقرب لها كاميرا الجوال ولما يجيبها عادلا وبعض الان يقولك لا كذب والكل واجهها وانا وجهتها وانا قدر اشوفها الاحسد مشكلة موجودة لحق البعض، البعض ما وجهه يعني انا ودي كان في دالمشكلة اولا كمياه ولسبب شنو انني قاعد اتتكلم لكم عنها الآن نخلص من الشاشة الايباد بروع 11 انش نفس الارصيدي العادي بعد اشخاص اللي خايفين من المشكلة المينيلد خلاص اشتر لك 11 انش 11 انش توقع افضل حق العاب يمكن مسكة اليد رح نشوف لكم الان ونبدأ معاكم كالعاب كأداء نشوف الارقام البداية هل في فرق ولا ما في فرق والارقام دي هل رح تترجم حق العاب ولا ما رح تترجم حق العاب يعني كأداء نشوفها بالعين شلي سو فيها الارقام طالع لك لكن ما في اداء شو سو فيها الارقام شو اطلع فيها الارقام دي بيتحولون في حسابي بالبنك مرسبي منها ونشوف الحرارة ونشوف الاشياء الثانية ونشوف السرعة اللي فيها نشوف المدخل والاشياء دي مثلا جايب معاكم الستورج هال ثاندربولت يعتبر بالنسب لي اسرع شي اقدر استخدمها انا وعندي وصوت الهرفيو برضو ثاندربولت ثري السرعة خارقة ونشوف هالراح يكون في فرق بين الايبادات الغديمة الجديدة وبعدين نستنتج كل شي استنتاج اللي راح نشوفه استنتاج في النهاية بقول استنتاج وش و رأيي لكن انت تبني على جهاز اللي راح تشتري بالميزات اللي راح تشوفها تقول اوو هذ الميزة بيه لتنتظرني اني اقول لك اشتر هذا ولا تشتري هذا اذا قلتك اشتر هذا ولا تشتري هذا انت بكيه قل لا باشتري هذا وبعكس كلام انت استنتج الشي اللي تبي اوكي خلونا نبدأ طيب مثل ما اعوداكم هذا عندنا قياس الحرارة ونشوف في الجهاز إذا ارتبت حرارته أو مرتبعت ايباد 2018 A12X 4 جيجا رام ليش ما جبت 20-20 6 جيجا أو 8 جيجا؟ ليش؟ عشان نشوف الفرق حننا 16 والأربعة إذا في فرق أوكي نجيب الستب الثاني نشوف إذا ما في فرق خلاص ليش تشتري الجهاز الايباد بحكم الرام إذا ما في فرق الآن على iOS 14 نشوف الـ 15 بعدين ليش؟ لأن الـ iOS 14 الآن أعلى شيء يقدر المبرمج يستقل الرام للجهاز 5 جيجا رام حد يعني 16 ما رح تنفع لكن بعض الشخص يقول لك لا أنا بشتري 16 نشوفه الآن ونحكم كبداية هذا الجهاز في ميزة ايبادة برو 20-21 صغير الكبير في ميزة أن الداكرة الداخلية أسرع مرتين من الغدي فنجرب الآن نشق الجهاز من الجهاز طافي الآن فزر الباور هين اثنين هم واحد اثنين ثلاثة بايا العبادة برو الجليد تعمل أسرع بسبب أن الداكرة أسرع مرتين من الغدي لكن نشوفه الآن في الاستخدام الطبيعي هل راح تأثر ولا لا هل مثلا اللعبة تكون أسرع ما تقطع فتح البرامج أحس أنه ما لا داعي يعني لو تضغط على البرنامج كده فتح هذا ثاني قبل هذا بشتري هذا الجهاز عشان نفتح هذا ثاني قبل هذا المهم في البداية نفتح لكم القيك بنش ونشوف الأشياء هذي كبطارية الأشخاص اللي بشتروا من الجهاز الجديد عشان البطارية لا تتوقع أنها في فرق البطاريتين نفس الشي عشر ساعات عشر ساعات في الجديد والكبير والغديم الكبير والغديم الصغير والغديم كلهم لابرات برو عشر ساعات في الاستخدام نشوف القيك بنش سويت أنا وردي طبعا مثل ما نشوف هنا الرام هنا قريب الأربعة يعني أربعة جيجا رام هنا هنا 16 جيجا رام هذا المعالج M1 وهنا A12X هذا سرعة المعالج 2.49 هنا 3.20 نشوف الهيستوري مثل ما نشوف انتلة تحكم في فرق السمع عن الأرض يعني أوكي سنجل كور هنا زيادة أوكي لكن الملتي كور جميع النواة شوفوا شوفوا الغفز القوية اللي صايرة يعني لو نشوف السنجل كور هنا كتسجيل منه الأعلى هنا يعتبر أعلى سكور جابه في الايو اس أعلى من الايفون الطول في برو ماكس مثل ما نشوف هذا من نفس الأفرج الحق بالجهاز نفسه أما الايباد Air الجيل الرابع أعلى في السنجل كور أو النمى الواحدة في المعالج مثل ما نشوف لكن هنا خطرهم كلهم لنشوف في جميع النمات هنا برضو أعلى جهاز اللي تحت على طول الجيل الثاني الايباد على A12Z مثل ما نشوف هنا نفس الجهاز نفسه فنقدر نقول A12X A12Z هذا ليش اللي ما بيسوي مغرنة للجهاز السن اللي راحت للجهاز اللي قبله كلهم نفس الشي A12X A12Z ما في فارق بينهم فبس لو نشوف الكمبيوت هنا انفجار هنا كأرقام هذا يعطي هذا مليون صفر أقول لكم هذا على طول أشخاص أوه هذا أعلى أرقام اشتر هذا لا تشتري الغديم لا تشتري السن اللي راحت 2020 ولا 2018 اشتري الجليد الجليد أعلى صح كأرقام لكن كاستخدام الآن راح نشوف هل في فرق ولا لا 3D Mark نفتحهم هنا اثنين هم نفتحهم limited mode عشان نسوي أعلى شيء نضغط هنا نضغط هنا هنا راح يكون طبعا على تأثير للعاب هنا راح تشوف الأرقام اللي راح تعطيك في اللعبة نشوف الفرق وجاهزين برضو الحبيب خلص ما بيحرارة تتعبوا نفسكم يعني ما يحتجع أسوي الجهاز مثل ما نشوف السكور هنا 18,295 سكور وهنا الفريمات عطاني 109 فريمز هنا للآن ما خلص الباتري من 45 إلى 45 والآن ما تحرك شيء في البطارية هنا إلى الآن ما خلص أخيرا هذا خلص لو نشوف معاكم هنا فرق كبير 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 فيه غلط مدري نتجع نسوي مرة ثانية نعطى صدح فرصة مرة ثانية نجرب معاكم مكستريم مكستريم شغال نرجع نضغط مرة ثانية نشوف أوكي هنا خلص 18,270 والفريمات إلى الآن نفس الشيء البطارية نزلت من 45 إلى 44 والآن نزلت 43 أيضا دعنا نشوف الحرارة إذا ارتفعت ممتازة المكسموم الحق الأجهزة هذه أو على شيء ما أبضل تقول لك لتستخدم جهازك في 35 إذا وصل إلى 35 يقول لك لا هنا راح أداء الجهاز يغل لكن هنا مثل ما نشوف النقطة الحمراء على مكان المعالج على شيء وصل عندي 31 المكسموم فالجهاز إلى الآن مرتاح أوكي خلص هنا إلى الآن يعني كـ هنا 2827 هنا 18 ألا هنا فرامات نقدر نقول 17 فريم هنا 109 فريم دعنا نشوف الحرارة هنا أوكي هنا وصل يعني حرارة الجهاز وصلت على 35 فالسترس هنا فهل هذا يعتبر شيء مش كويس لحق الجهاز ستل أقول لكم لا لأن هذا الشيء اللي قاعد نسوي الآن بس يطلع لنا ضغط على الجهاز فنجرب الآن في الألعاب ونجرب الأشياء الثانية اللي أنا مهتم لها واللي الجهاز مصنوع له الجهاز مش مصنوع بس لحق الألعاب يعني بتلعب أوكي يلعب لكن مش كل شيء في الجهاز هو الألعاب نجرب مارس برضو خلنا نشوف كم راح يعطينا أوكي مثل ما نشوف شوف الاسكور هنا 922 912 ما في فرق كثير الفريمات نفس الفريمات المكسيموم نفس المكسيموم المينيوموم هنا أعلى من هذا طلع أوكي خلنا نشوف الحرارة حين الجهاز هل يقول لك أن الجهاز البطارية مرتفع لا دافئ نورمال أوه أرجع عادي نفسها فالآن بطارية عادية يعني باستخدام عادي نشوف لكم الألعاب الأشياء اللي تنتظرونها أنتو الحركة اللي أشخاص يحبونها اللي أنا ما أحبها اللي تضغط كده وتشوف مدارة اللي يفتحها قبل الآن طبيعي راح يشتري الجهاز عشان نفتح الثانيتين قبل هذا الألترة هنا ما يوصل دقة فائقة ما يوصل متنين فلا توقع أن أخذ هذا راح يطيق دقة فائقة أكثر لا التسعين هنا موجود على السلسة تشوف هنا التسعين لكن دقة عالية ما فيه خلنا نعلى الدقة العالية هذا الشيء اللي نبيه ننزل تحت نشقض نفس الأشياء ننزل برضو نرفع السطوع على شيء ما حس أنه فيه فرق ما أدري أنتو بتشوفون فيه فرق يلا كده فيه فرق في بوبجي فيه فرق في بوبجي كده ما أدري أن أشهد ما أدري أنشح هذا أنا هنا وقف نحقني ما يوجد فرق هذا نفس السيرفرات نفس كل حاجة حسنا لازم نبدأ هنا وقت اللعبة دعنا ننزل هنا وين ينزلون؟ كيف ينزلون؟ هذا نحن مع بعض توقع كذا أفضل شأنكم تحكمون أنتم من نفسكم الفروقات الشاشتينين بعض لا توقع أن يكون هذه الإضاءة غير ولا شيء حسب الكاميرا توجه الكاميرا أو الفوكس وين جاي أنا محركت الفوكس إلى الآن لكن أنا بالعين مجردة ما أشوف في أي فرق لا تقطيع ولا أي حاجة يقول لك لا لازم تلعب أربع ساعات علشان تشوف أن يصير بحرارة في الجهاز الجريد أو لا آسف والله لازم ما رح ألعب أربع ساعات آسف ما عمري لعبت أربع ساعات فهل عمر اللي أنا فيه الآن يعني ممكن أنا صغير أوكي لكن فهل عمر لا جهاز تلعب فيه أربع ساعات ترتبع حرارة شي طبيعي يبيلك جهاز في مراوح جهاز ألعاب بلاي ستيشن معنى بلاي ستيشن يرتبع حرارة ليش حاطين مراوح فالجهاز ليس مبني أنك تجز فيه أربع ساعات تلعب للأسف يعني يمكن قبل في المستقبل تنزل لك جهاز لحق الألعاب لكن إلى الآن أتوقع هو الأيباد أفضل جهاز للألعاب وترتبع حرارة إذا كنت تلعب أربع ساعات ف لا تلعب أربع ساعات أربع ساعات خلاص لعبت فيه لي نتشوف الحرارة الجهاز ارتفعت أو أن البطارية خلصت حطها في الشاحن وتركها طف فيه وخليه يرتاح فأحين ممشين معاكم في كل مكان تغريبا نشوف الإضاءة فوق كيف الشمس هل فيه دروب فريمات بالنسبة لكم ولا لا؟ انتوا لتحكمون والعشر ساعات وراح نشوف الحرارة هل فيه فرق بينهم طبعاً البرايتنس أو السطوع ثنين هم على شيء هل فيه فرق بين الجهزة هذه الموجودة الآن في السطوع لا كلهم نفس الشيء على الليبانات الجديدة مثلاً عشرين عشرين و عشر و واحد و عشرين والسطوع على شيء ستمية الأيباد الصغير 11 إنش أو الأيباد الكبير اتنين هم ستمية في الألعاب الأشياء العادية في الـ HDR أوكي الـ 12.9 الكبير هذا في الـ HDR في مشاهدة الأفلام الأشياء هذه القوية راح يكون ألف و ستمية في الـ HDR فقط و في هذا الوقت راح تستهلك بطارية كثير بأنك تشوف HDR و ألف و ستمية سطوع من ستمية إلى ستمية في فرق يكون لكن عشان تستمتع انت بكيفك كمايكات برضو ما في فرق بين الـ 2020 والـ 2021 الثمنطعش و كمايكات هنا أغل لكن تفي بالغرض بالنسبة لي راح نتكلم في نهاية الموضوع منه الأفضل و الأشياء هذه في نهاية الفيديو هذا نفسه و أنت برضو تغرر يعني لا تاخذ كلامي لا أخذ الكلام اللي تشوفه أنت بالفعل يعني عندك فلوس تريد تشتري أي شيء اشتر اللي تريد يعني لا تشوه الفيديو أصلا لكن لا إذا تريد الجهاز ومثلا عندك الجهاز الغديم وتريد تحول ولا تنتظر وتريد تحط فلوسك والله وصلنا إلى النهاية تريد تحط فلوسك أو أنك تريد تشتري الجهاز اللي فيه القيمة يعني مثلا هل تشتري الجهاز جديد لو ما تشتري جهاز جديد أنت من نفسك تقرر بالمشاهلة هذه هل فيه فريم ناقص هنا هنا فادك ما الشياء الغالي أنت بكيفك هل فيه ميزة هنا مش موجودة هنا راح تحول تدفع مثلا 1400 دولار 500 دولار 600 2000 دولار عشان تشتري هذا أنت بكيفك أنت لتغرر هل السنتر ستيج في العبادات الجديدة 2021 الصغير والكبير تفيدك أنك تحط الجهاز ويتحرك معاك وقت مكالمات الفيديو مثلا الفيستايم وغيرها تفيدك اشتري جديد بدون ما تنتظر أحد يقول لك اشتري جديد انت فادرك هذا الميزة خلاص اشترها أنا أقول لك اشتري جديد عشان هذه الميزة لا ما راح أقول لك ممكن ما تحتاجي ممكن ما تصور بالجهاز حقك ما تمنى أحد يصور بالعباد لكن ما تستخدم بالجهاز يمكن الكاميرا الأمامية انت ما تستخدمها أبد كاميرا الخلفية انت بكيفك الكاميرا الخلفية ما في شيء ملحوظ في الأجهزة كلها الجديدة الكاميرا الأمامية هنا يصور الفل اتش دي لأن الأمامية 12 ميجابيكسل مع الجهاز الكبير والصغير برضو الـ 12.9 والـ 11 انش أما الغديمين 2020 أو 2018 الكاميرا الأمامية تصور لك 720 ترجمة نانسي قنقر 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 وصلنا إلى 10 دقائق إذا نرى الحرارة وصلنا إلى 33 دقائق لكن يعتبر أن لا يوجد حرارة وصلنا إلى 35 دقائق وصلنا إلى 36 دقائق سطوع عالي على 35 أو 36 لكن هل إذا كان عندي الجهاز الغديم باشتري الجديد علشان النسبة الواحدة ارتفت لا بالنسبة لي لا والف لا نشوف معاكم اللعبة الثانية اللاوة هي نفتحهم مع بعض هنا رفعت الروزولوشن نشوف هنا الخش هنا custom هاي 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 لماذا هنا أحمر و هنا هنا يقول لك أنه overclocked لكن هناك شيء نقص اوكي هنا نقص الموشن بلور لا نقص الموشن بلور نقص هناك شيء نقص هاي 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 هناك شيء لا أدري ما نرى لدناتها نفس الشيء او لا أنا غلطان لماذا هنا صار لي هذا على شيء لا أدري فهذا الشيء إذا كنت تعبوا عند اللعبة فاصروها لي بعدين إذا شأيت هذا الجهاز الجديد شو الفرق اوكي شو تتقطيع اللعبة البداية لكن اوكي حين حين ما في شيء لكن كبداية خليشوف هنا ايوه ايوه كبداية اوكي بدايت أول مثل ما تقول توق مع الشيء شونا الآن هنا ما في فرق ماذا شبتوا فرق انتو كأنها جاني قبل شوي برضو او لا لا شو انتظروا هل هنا سلسة حتى في القديم هذا اوه رحت مكان هنا ما ادري من رحت ارتفت الحرارة ارتفت الحرارة في الجهاز الغديم سنرى في النهاية سوف اوقف في اللعبة سنقوم بتخلص عشر دقائق سنرى هالحرارة تبعت او لا سوف اتفت الحرارة سوف اتفت الحرارة اتفت الحرارة هذه المشكلة سوف نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك رائع ماذا؟ سوف نقوم بإمكانك لما يلعبنا فيه ونرى ونقوم بإمكانك هذا نحن سوف نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك هذا الجهاز وصلت إلى حد المسموح الـ 35 هنا في الجهاز الجديد نرى الجهاز الغديم 38 هناك حرارة هل هناك فرق كبير؟ لا الآن 35 ثمانية ثمانية ثلاثة ثلاثة نسبة لا توقع أن سأخسر فلوس لكي أشتري هذا بسبب الخمسة نسبة لزايدة إلى الآن لضاءة مرتفعة هنا هنا مرتفعة البطارية هنا أرتفع أكثر نزلت شوية لا يوجد درجة بالنسبة لي أنا أمشي مع الأثنين وبعد كذا يوم لعبي هذي اللعبة اتضح لي شي لو نخلش لجرافيكس الآن بعد ما دققت عليه نروح حق لجرافيكس هنا هنا اتضح شنهو؟ إن اللعبة نفسه مش دعما للمعالج الجديد الاموان يعني مثل ما نشوف هنا الديفولت في الـ AX حطينا الـ High هنا الديفولت حطينا الـ High يعني موش الـ High تخيلت الاموان الديفولت عليه حطينا أقل من الـ A12X مع أن هذا كالجرافيكس أعلى من هذا فوق الـ 60% فوق الـ 60% هذا A12X وهذا M1 شوفوا كيف الإنعكاس هنا الـ Highest هذا الديفولت يعني هذا الـ Basic هنا الـ Basic حقه أقل من الـ Highest فهذا شيء من الأشياء إن اللعبة هذه يبيلها تحديث علشان تدعم المعالج هذا يعرفون شين هو هذا المعالج الموجود علشان حتى الجرافيكس والأشياء الثانية تكون أدق وأعلى مثل ما نشوف يعني لو تدقق مع الاستخدام المتواصل بعد حين تقريبا أربع أيام وخمسة أيام من عمل الفيديو اتضح لا لو بقرب وبدقق ومع الاستخدام لا فرق كبير توقع باين عندكم كيف هنا في الـ A12X معالج 2018 أفضل من هذا الـ M1 للأصل هذا أقوم من هذا 60% في الـ CPU أو أكثر من 60% في الـ CPU وفي الـ GPU أكثر من 50% لكن تصير أداء أقل هنا لو بنشوف في الأخراج نفتح هاي موفي نفتح برنامج هاي موفي هنا مثل ما تشوفون هنا الفيديوهات اللي اشتغل عليها ونرجع نسكرة مرة ثانية ونشوف مطهانية فأني حسيت بشيء فنشوف طبعاً طبعاً كتصميم ما في فرق هنا الإضاءة أعلى في الـ HDR بما أن هذه الشاشة تدعم الـ HDR تدعم ألف وفوق الألف نتس هنا ما تدعم الألف نتس راح أقدر أسوي إخراج الـ HDR لكن ما راح أشوف الـ HDR بالوضوح المناسب هنا أفضل وباين لكم أصلاً في الصورة لو بنرجع هنا باين لكم شوفوا كيف أصلاً هذا الملف اللي فيه بالـ HDR 10 مصورة أنا بالـ Dolby Vision هنا بالـ Dolby Vision نفس الفيديو نفس التعديلات نفس كل شيء ونفس الدقائق يعني معدلة هنا ومسوي الأكسبورت هنا أو بالأصح معدلة هنا ومسوي الأكسبورت هنا ومسوي غديمة هنا ففيديوهات هنا وجودة غديمة برضو نخش على هذا الملف بدأنا حين الجد الشيء اللي العبادة ممكن تستغله فيه في الأخراج Dolby Vision مثل ما نشوف طول المقطع 6 دقائق و 54 ثانية نضغط هنا الملف بالكامل نزدف الفايل مثل ما نشوف الفيديو 4K لكورة حق الفيديو كل شيء HDR10 هنا راح نشوف الأخراج وكيف السرعة طبعاً مش بس المعالج حتى الغابة قبل شوية مش بس المعالج اللي راح يكون هنا معالج أمون أعلى من هذا لحتى الداكرة الداخلية هنا أسرع مرتين هنا بعد ما نخلص الفيديو راح نشوف معاكم نحطه في الهاردسك ونشوف كيف ننقل الفيديو نفسه وكل شيء حتى حجم الفيديو نفسه من الفيديو نفسه نضغط هنا اسم الملف نفس الاسم نبدأ هذا طول المقطع وهنا كم ثاني قاعد يسوي حين كالخراج هنا متقدم وصل الـ 13 حسنا حسنا هذا الفرغات باعدة عندكم الجهاز الجيد بالامون بال 16 جيجا رام الوين تيرا الخلص في 8 دقائق وثانيتين هذا الـ 4 جيجا رام الـ A12X مصنوع 2018 غديم مرة خلص في 8 دقائق و16 ثانية هل هناك فرق؟ لا هل راح أدفع 100 دولار عشان أحدث من هذا إذا جهاز هذا 100 دولار زيادة لا ثانية استقفر ربي فيها وتخلص نشوف لكم الآن نحكم نحفظه في الذاكرة الداخلية في الجهاز 1 2 3 ربليس لا يوجد فرق لا تتوقع أنه صح صار ربليس هنا لكن لا يوجد فرق نحفظ شيء من نفس الذاكرة إلى نفس الذاكرة نفس الشيء الفيديو أصلاً كان في نفس الجهاز وحوطت في نفس الجهاز لا يوجد فرق حتى لو أن الذاكرة هذه أسرع مرتين من هذه لكنك تتنقل بين الذاكرة الداخلية لا يوجد فرق نأتي لكم للفرق الكبير ألا وهو هذا الطيب إذا كنت لديك هاردسك خارجي ذاكرة بالـ USB-C بالـ Thunderbolt يدعم إلى 40 جيجا بيتس في السرعة يدعم أنك تركب شاشة 6K أنك تشبك الأيباد في شاشة هذا اللي يدعم هذا فغير مسكين نشوف هذا ركبناه في الأيباد الغديم شبك معنا طبعاً تركب الهاردسك في أي جهاز عندك يدعم USB-C حتى لو أن الإيباد إير الجيل الرابع يدعم هذا الشي فنفتح نرحق الجهاز نفسه نقسم الشاشة كده أفضل للنفذ تنقل نفتح كده طيب ننقل معاكم الفيديو اللي قبل شو سونا 4.41 ميجا من الإيباد نفسه إلى الذاكرة نسخ نتركه كده نشوف الوقت كم راح يأخذ هذا هو قعد ينتقل نقدر نقل 31 ثانية تأخرت شويانا نقل من الجهاز نفسه إلى الذاكرة حجم الفيديو 4.5.31 ثانية طيب نسوي العكس نحن في الفيديو واشي من هنا من ذاكرة الآيباد نفسه نسحبه نودي هنا نقدر نقل برضو 23 ثانية ف واحدة ثانية نقل من الجهاز إلى الهاردسك نفسه و 23 ثانية نقل من الهاردسك إلى الجهاز نفسه حلو نجي الآن للعباد الجديد بالسرعة الجديدة نجرب الآن نفس الفيديو نقل من ذاكرة الجهاز إلى الذاكرة الخارجية هذه نقل من الهاردسك نقل من الهاردسك نقل من الهاردسك والآن نجرب من الذاكرة الخارجية إلى ذاكرة الجهاز الداخلية هذا الفرق خمس ثواني تنقل شيء من الهاردسك إلى الجهاز نفسه أربعة جيجا ونص خمس ثواني هنا السرعة أريد أن أضبط شيء الآن وانتوا تشاهدون الفيديو هذا علشان نحق فيديو ثاني دعني نقص شيء مثلا ناخده 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 كده بس ما نبي طويل مرة لأن اللي نسويه راح يطول نقل طيب عندنا هذا الفيديو نقلته هنا نفسه طيب هذا الشيء اللي راح نسويه الآن الفيديو نفسه هنا موجود قصيته وخليه تسقير طول الفيديو 23 ثانية وهنا موجود برضو نفس الفيديو لكن طائعين والله دعم HDR هنا المهم أن نفس الفيديو 23 ثانية عندي برنامج أستخدمه كثير هذا هو هذا اسم البرنامج وهذا هو البرنامج اللي حابب بيحمله لأنك تدخل الصورة أو الفيديو في فريم آيباد أو آيفون أو ساعة أبل بكيفك أنت لكن هذا الفيديو يقرأ على الفيديو نفسه يعني حطت الفيديو يقرأه عشان ينزله فيه فيطول مرة ويرفع على الجهاز برضو الأدالات هنا تقدر تغير نتبه الجهاز شنه اللي راح تحط فريم عليها أنا حطيته على الإيباد كيفك أنت تسوي الأشياء ثانية تبه المكسموم ترفع رزل وشن 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 يدي خلته بيسك أنا كده نرجع نختار الفيديو نختار الفيديو نضغط استخدام نشوف الآن كم راح ياخد بين الاثنين نفس الفيديو نفس كل شي هنا هنا أقول لك أن الجهاز اللي راح ترتب حرارته هو الجهاز اللي أوكي نفكر مع أني بتوقع أنه ثنين راح ترتب حرارتهم ثنين راح يطولون شوف كيف الأمون أعلى معالج عند أبر شوف كم راح ياخد هنا فأنك تحط الفيديو اللي 22 ثاني تغريبا فبس فريم لحق الإيباد طبعا هذه الحركات ترفع درجة حرارة أي جهاز استخدمتها من أبود حتى الآيفون وبرو مايكس لأن هذا الشغل جامد مرة هذا الشغل اللي موارد الجهاز تستهلك هنا هنا إذا نزل الجهاز في المستقبل بمعالج جديد بأشياء القوية مش بس يرفع الحرارة أنا بيخلص بسرعة يخلص الرندر ذاللي قاعد يسويه الآن بسرعة أقول لكم أن الجهاز يستاهل والجهاز في شيء قوي للي يحبون ذالشيء لكن في الألعاب ما راح يفرق الجهاز مرتاح بالنسبة لي ما يفرق لكن في الأشياء هذه أوكي هنا وصل دبل هذا يعتبر فمثل ما نشوف خلص 22 ثانية ف13 دقيقة العباد أبرو 2021 بالM1 16 جيجا نشوف الحرارة ايه أقول لي بوبجي وغير بوبجي شوفه كيف فيديو بس 22 ثانية بس كده أنك تحطه في الفريم أنا أحتاجه في الأخراج والآيباد بالنسبة لي مصنوع حق هذا الأشياء أوكي أفضل من الغير يعني راح أستغل الوقت كثير بالأمون مني أنتظر هنا ونشوف نهايتها هنا متى راح يخلص ما بدنا نكمل أنا أعطي كمياه أنه يخلص في نص ساعة لازم دابلي بي لعنه يخلص نشوف الحرارة ما في فرق بينه بين الجديد مع أنه هنا أغل الحرارة بسبب شنه هنا العالي الوضوح لكن هنا فسه دم صار حق الرضاء فلا تتوقع أنه يخلص بسرعة يبرا مصصاعة ما يخلص هنا نقدر نقول 15 دقيقة هنا مصصاعة ففي قفزة قلت لك قبل أن الياباد الجديد أسرع من الغديم 50% فبالفعل فهذا الشي 12 اكس ولا 12 زي لا تتوقع أنه راح يكون فيهم فرق نفس الشي طيب بعض الشخص يقول لك طيب كيف في الكتابة في النوتابوليتي في الأشياء ما في فرق نوتابوليتي أنا استخدمت سنين عايش معا النوتابوليتي الدراسة كلها هنا فككتابة كل أشياء ما راح يكون فيهم فرق أبد 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 يعني النوتابوليتي ما في فرق لا تتوقع أنه هنا بيكون مثلا أسلس أسلس أفضل سلاسة من هذا ما في فرق أبد اثنين هم نفس الشيء اثنين هم ممتازين اثنين هم مرتاحين كتابه النوتات والاشياء دي كتابة ما في فرق فهذا تغريبا كل شيء اقدر اقول لكم في العباد انت لتقرر فبنها دي فيديو لا تنسون اشتراك في الغناء واشتراك في حسابي سيناء بشات شارك وضوطكم اعمل لك المقطع ولا تنسون اغضاء دعاكم والسلام عليكم